كأس أمم أفريقيا الذي اختتم بالأمس بتتويج المنتخب المضيف منتخب كود ديفوار أو ساحل العاج على نيجيريا بهدفين لهدف ليحرز الكود ديفوار لقبه الثالث في البطولة سنتابع بعض التغريدات والمنشورات من صفحة كأس أمم الأفريقيا الرسمية نتيجة نهائية واحد أو هدف لهدفان يعني استطاع الكود ديفوار هباب الأمس أن يكون البطل للمرة الثالثة في تاريخه في هذه البطولة ويعادل رقم نيجيريا نيجيريا كانت تطمح أن تكون أو أن تحرز لقبها الرابع ولكن الكود ديفوار استطاع أن يعادل رقم نيجيريا ويحصل على لقب وهذا هو الهدف الثاني الذي بفضله استطاع الكود ديفوار أن يحرز الفوز وهذا الأسست يعني الذي من سيمون أدينجرا الذي رقبوه يعني أسست أوف دي دي الذي كان هو التمريرة التي سببت بهذا الفوز هذا كان هدف الفوز سنتابع أيضا بعض الصور من فرحة الأمس هبا هذه فرحة المنتخب الإيفواري خلال المباراة أو بعد انتهاء المباراة مبروك للكود ديفواري صحيح يعني وهذه أيضا هنا تغريدة أيضا يقولون فيها ما في أفضل من أن ترفع علم بلدك بالفوز وخاصة إذا كان على أرضك هذه أيضا بعض الصور الصور الفرحة صور الفرحة صحيح يعني جميل جدا بأنه يعني الكود ديفوار هي البلد المضيف لكأس أمم أفريقيا وهي التي ربحت بهذه البطولة ويعني يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع ربح قطر أيضا ببطولة كأس أمم آسيا وهي أيضا البلد المضيف بالفعل يعني البلد المضيفين للكأسين هم صحيح يعني كانت مفارقة هذا العام وهذه طبعا الكأس يرفعها المنتخب وهذه البطولة أو أنه البلد المضيف أنه يحصل على بطولة كأس أمم أفريقيا لم تحصل منذ 18 عاما يعني آخر مرة مصر حصلت عليها ب2006 فكان هذا يعني إنجاز تاريخي أيضا يسجل في تاريخ البطولات الأفريقية